فركز معي برضو في نادي الزمالك عشان جيب لك معلومات مهمة جد أشرف بن شارقي أحب أهو يا جماعة ومضال معلومات دي والله العظيم أشرف بن شارقي العيد جامد جداً وإضافة ومش بحتاج أن احنا كلمة أشرف بن شارقي طيب البعض في اللحظات دي أو في الساعات دي بيتكلم في حتة أن أشرف بن شارقي بيقترب بقوة من الانضمام لنادي الزمالك الجماعة كان ده مش حقيقة أشرف بن شارقي حتى هذه اللحظة هو بعيد جداً عن نادي الزمالك هتقول لي يا عم انت بتقول لي عكس الناس كلها بقول لك المعلومة عندي ممكن يكون صحة ممكن يكون غلط ويرد لكن تبقى لمصادر وعندما تصلنا وتأكدنا ففي تواصل مع أشرف بن شرق أو في تواصل مع أشرف بن شرق بس الزمالك عايز يجيب اللاعب بشكل يتناسب مع ظروف الزمالك الحالية هتقول لي أزمة القيد جايلك فيها لأن فيه تطورات طب إيه اللي يتناسب مع ظروف الزمالك الحالية الزمالك قال احنا هندفع 800 ألف دولار يا أشرف يا أشرف احنا هندفع 900 ألف دولار ليك في الموسم فأشرف بن شرق اللهم لا إزاي يعني اللي عرفناه أنه بعد ما كان بيتكلم في مليون و200 ألف دولار ابتدى يتكلم في مليون و200 مليون و300 ألف دولار بس الزمالك السقف بتاعه هيكون 900 ألف أول مليون دولار على أقصى تقدير بتدخل من أحد رجال الأعمال معروف الأستاذ مامضوح حباسي يعني عشان ما نلفش ندور يعني خلاص لحد دلوقت الأمور متوقفة على الصعيد الرسمي في نادي الزمالك يعني الناس عندهم أولويات أخرى جايلكم فيها لكن أكيد بيتمنوا أشرف بن شرق بيتمنوا أشرف بن شرق لكن هل الظروف تسمح حتى دي لحظة الظروف لا تسمح إلا إذا تدخل أستاذ مامضوح حباس وحسم كل شيء عشان كلام يكون واضح لكن هل أشرف قريب لا أشرف بعيد أشرف بن شرق بعيد ولو جي نادي الزمالك حييجي تبقى للظروف تاعة نادي الزمالك وهو ده الصح ما جيش أنا أجيب لعيب وأدي له رقب قد كده أنا أعدي لعيبة لها مستحقات وعندي كده محلتوش وعن كده كده لو هتجيبه لازم هتحوله كده بس يعني قصدي فيه أولويات ده التفكير بقولك الموجود جوه النادي فازنق نفسي بعد كده طيب وبعدين خلاص فدي قصة أشرف بن شرق بعضك التفاصيل طيب سيف الدين الجزيري يعتبره جدد في نادي الزمالك سيف الدين الجزيري واحد من اللاعبين المميزين وبالنسبة للمسؤولين في نادي الزمالك بيقيموه من أفضل 6-7 لعيبة في الفرقة من أفضل 6-7 لعيبة في الفرقة ده حقيقي اللي هم حيجدد ده ديه حيجدد سنتين مع نادي الزمالك طيب هو كان بياخد كام في نادي الزمالك ربعمائة وخمسين ألف دولار حياخد كام دلوقتي ستمائة ألف دولار في عقده جديد في السنتين الجايين دول لأنه عقده بنتهي مع نهاية هذا الموسم فالناس متبسكة بيه آه الناس متبسكة فيه معنى كده إن لو الزمالك جاله عرضه ممتاز أوه في سيف الدين جزيري مش هيبيه ولا حيبيه يا أخي إزاي متجدد دوله وإزاي حيبيه بيدمن حقه في اللعب آه في عجب إمكانياته كلام من ده أوكي لكن لو جي عرض مميز أوه حتى لو جدد هو خلاص يعتبره جدد بقولك حتى بعد التجديد ممكن يوافق جدا الزمالك لازم يكون عرض كبير مميز طب ده ملف التجديد وركز معي في موضوع ملف التجديد ده عشان حنبني عليه معلومة مهمة أوه حقولها لكم موقف عواده أوباما على المستوى الفني نادي الزمالك مش متبسك أوه بتجديد لسنائي يعني اللي هو إيه مش مستهل أو يعني ينجدد بالستة سبعة مليون جنيه اللي هو السقف بتاعنا بقى جيه الأستاذ منضوح عباس ووصلهم لعشرة لكل واحد خير وبركة ماوصلش دي بتاع حاجة بتاعته أستاذ منضوح عباسك احنا كنادي ستة سبعة أعلى حاجة خالص للاثنين حل طيب قد يضطر نادي الزمالك هو الأقرب أوباما للتجديد دلوقتي لسه قد يضطر نادي الزمالك للتجديد العواد أيضا وأوباما بأرقام مختلفة بمعنى إيه بمعنى أن أنا دلوقتي كنادي لو ما حلتش أزمة القيد طب حجيب لعبة منين طب أنا عندي لعبة أعقدهم بتنته طبعا الأولى جديد لهم بقى طبعا الأول نية عندي أن أنا محلش أزمة القيد غير في يناير فالأسهم بتزيد ناحية تجديد اللعبة الأقودة بتنتهي زي جزيريو زي عواد زي أوباما وغيرهم ترجمة نانسي قنقر